وليعلم أن هذه الفضيلة فضيلة العتق ليست خاصة بالحجاج بل هي عامة لسائر الناس وأما ما يخص الحجاج فهو أن الله تعالى يطلع عليهم فيقول ما أراد هؤلاء وأما غيرهم فيشاركونهم في سائر الفضائل المذكورة من حط الذنوب والخطايا وأن الدعاء في هذا اليوم مجاب فخير الدعاء دعاء عرفة فليكثر الإنسان من دعاء الله وذكره ويكون هذا اليوم يوم عرفة مميزاً عن الأيام العشر بكثرة ذكر الله عز وجل تعرضاً لفضله ومنه وعطائه وبره أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم خير هذه الأيام وأن يوفقنا فيها إلى صالح الأعمال وأن يجعلنا من السابقين الفائزين بالبر والرحمة والفوز والرضوان وصلى الله وسلم على نبينا محمد